مع استمرار العمليات العسكرية من الجبهة الشمالية في جبهة القبيطة بمحافظة لحج والتي شهدت معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشي الحوث خلال الأيام القليلة الماضية تقصر الطريق أمام الجيش الوطني للوصول إلى مدينة الراهدة معارك كر وفر بين الجانبين تركزت في منطقة السحي التي تبعد عشرة كيلو مترات عن مركز مدينة الراهدة حيث شنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا من عدة محاور على المواقع التي تتمركز فيها ميليشي الحوثي أسفرت عن مقتل وأسر العشرات من عناصرها ومقتل أربعة من عناصر الجيش والمقاومة وإصابة خمسة آخرين جاء ذلك بالتزامن مع شن طيران التحالف العربي عدة غارات على المنطقة ذاتها وبالقرب من منطقة السحي أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة سيطرة الجيش والمقاومة على منطقة المراخم الواقعة ضمن المرتفعات الجبلية بين الشريجة والراهدة شمال محافظة لاحج بعد معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وعناصر الميليشيا وبحسب المتحدث العسكري ذاته فإن قوات اللواء الثالث حزمت تمكنت من تحرير مرتفعات القردوف الأمر الذي دفع بقوات الجيش للاختراب من مدينة الراهدة أكثر ترجمة نانسي قنقر